بسم الله الرحمن الرحيم اخواني الاعزاء اهلا وسهلا ومرحبا بنبه حضراتكم في فيديو جديد على قناتكم في قناة عالم الزراعة هنتابع اليوم زرعة الباميا زرعة الباميا اللي امام حضراتكم دي تقريبا عمرها الان اكتر من عشر شهور زرعناها في تاريخ سبعة سبعة تقريبا الفين وتسعتاشر في بداية شهر سبعة الفين وتسعتاشر استمرت معنا لحين اليوم اللي هو تاريخ واحد خمسة الفين وعشرين هنشوف ازاي استمرت معنا الزرعة وازاي تقدر تخلي زرعة الباميا تستمر مع حضراتك تقدر تزرحها في الوقت الحالي وتطبق نفس الطريقة الجزء الاول من الزراعة اللي هو زراعة البزور والانتاج اللي في البداية موجود فيديو كامل على القناة احط لحضراتكم الرابط بتاعه في سندول وصفه في اول تعليق استمرت الزرعة معنا اللي حين ما بدأنا بشهر حداشر اللي هو كان بداية الشتاء اللي من مفروض زرعة الباميا تنتهي وهو هنا الفكرة في ازاي انا اتعامل مع زرعة الباميا بتاعتي واخليها تمر بفترة الشتاء او فترة البرد وبعد كده تكمل معايا في الصيف اللي بعده وتستمر وقدر ان كان اخلي زرعة الباميا عندي شبه معمرة مش هنقدر انه المعمرة هنا النبات في تاريخ واحد حداشر الفين وتسعتاشر هاقص النبات بتاعي هاقصه على ارتفاع عقل شي ستين سنتيلي متر عشان يبدأ يطلع لي افرع جديدة وبراعم جديدة وابدأ اشتغل معه بشكل تاني جديد كل الافرع اللي هي اخدت منها انتاج هاقصه كل الافرع بالكامل هاقصه هخلي النبات بتاعي يبدأ يطلع لي افرع جانبية ويبدأ يطلع لي نموات وازهار جانبية هنا يكون شكل النبات بتاعي بعد ما قلمت وبعد ما قصيت كل القمم النمي بتاع الفروع بتاعتي تركت بس بعض الفروع اللي هي لسه ما اخدتش ارتفاع كبير ولكن كل الفروع اللي كانت كبيرة واخدت منها انتاج كلها بالكامل اسطيطة هنا ما شاء الله بعد مرور اسبوعين هيكون عندي النبات بيتفعلي بشكل قوي لانه عندي كمية جزور ما شاء الله كبيرة مع نموات خضرية مش موجودة مفيش نمو خضري ولكن فبالتالي النمو الخضرية يكون سريع والنباتة يكون دفعه اقوى من الطبيعي لاني شلت كل المجموع الخضري وده اللي احنا بنتكلم فيه باستمرار ان انا اعمل توازن بين المجموع الجزري والمجموع الخضري والمجموع السمري من نفس المنطلق احنا اشتغلنا بنفس الطريقة انه في البرد بدل ما النباتة يموت لأ لو انا شلت المجموع الخضري واصبع عندي مجموع جزري قوي اه مستحيل ان النباتة يموت لأ هيكون فيه دفع قوي من المجموع الجزري في اتجاه النبات وهيكون بالوضع زي كده ومشاء الله استمرت الزرعة والان الزرعة موجودة وبتزهر وبتنتج وبنشوف اه لها فيديوهات ان شاء الله بزلات تانية ازاي هناخد البزور بتاعتها ازاي هنزرع البزور منها اه ازاي هتواصل معنا وتكون يعني نبات قوي وباستمرار موجود ما يكونش بس على قد الزرعة العادية اللي هي البمية صيفية وشهر شهرين وبتروح وخلاص عركة اه التجربة جميلة جدا جدا حضرتك تقدر تزرع البزور في الوقت الحالي زي الفيديو اللي موجود في سندول وصف تقدر ترجع الفيديو اللي موجود في سندول وصف وتزرع البزور وتربي النبات بنفس الطريق اللي احنا ربينا فيها النبات وتكمل معها حضرتك ان شاء الله بازن الله هنا ما شاء الله النبات عندي جيد اه ما شاء الله في انتاج في اه سمار بامية وفي زهرة وفي مجموع خضري بشكل عام النبات ما شاء الله اه ممتاز النبات جيد جدا في انتاج جيد مش مش ان هو قليل بالعكس يا فكرة ان انا اقص النبات بتاعي واخليه طلعلي فروع ونموات وبرائم جديدة اه فكرة جيدة جدا وفكرة ممتاز هبدأ اصل البمية بتاعتي وهبدأ اترك انا بعض البمية عشان ناخدها ونزرحها مرة تانية وهيكون لها فيديو مفاصل ان شاء الله بازن الله ازاي ناخد الحب البمية من على الشتلة اللي عندي في البيت وازرح بزرها ان شاء الله ده هيكون فيديو على قناة عالم الزراعة ببساطة ان شاء الله بازن الله فروع القديمة اللي انا اخدت منها مرة واتنين وثلاثة هشيلها طبعا عشان اعطي مجال وفرصة للفروع الجديدة ان هي تنمو وطلع لانتك هنشوف ده ان شاء الله في فيديو مفاصل ان شاء الله بازن الله كل عام وحضرككم بخير تمنى من الله ان يكون قدمت حضرككم مع المنفيدة تمنى ان الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة للمتبلغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة